عنا وزير الموارد المائية والرأي هاني سويلة جموع الفلاحين المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح مؤكداً أن هذا الاحتفال يأتي تكريماً للفلاح على جهوده المتواصلة لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي على مر السنين وقال وزير رأي أن هذا الاحتفال يأتي وقد أوشك موسم أقصى لاحتياجات المائية على الانتهاء حيث بذلت أجهزة الوزارة جهوداً كبيرة لضمان مرور هذا الموسم بصورة جيدة وبدون أي أزمات وضمان الوفاء باحتياجات كل مستخدم للمياه كما أكد سويلم أن ما تحقق هذا العام قد تحقق بمشاركة إيجابية من المزارعين أنفسهم وبالاستزام بتطبيق المناوبات وتطهير المساقي الخصوصية والحفاظ على المجاري المائية من التعديات أو إلقاء المخلفات